اشتركوا في القناة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله جميعا حيثما كنتم ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الثامنة عشرة في سلسلة العطاءات الإلهية في شرح الأربعين النووية مع الحديث السادس عشر النهي عن الغضب ما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو صني قال لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب صلوات ربي وسلامه عليه أن رجلا من هو ذلك الرجل لقد قيل إنه أبو الدرداء وقيل إنه حارثة ابن قدامة على كل حال ما أكثر ما يبهم مثل ذلك في نظائر هذا الحديث لأن تعينه باسمه أو وصفه لا يترتب عليه عمل وكل مسألة لا ينبني عليها عمل فإكثار الخوض فيها والدخول في تفريعاتها وتفصيلاتها أخشى أن يكون من التكلف الذي نهينا عنه رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني الوصية أن تعهد إلى شخص بأمر يهمك كما توصي الرجل على ثلث مالك قبل موتك أو كما توصيه على ولدك الصغير ونحوه أن يوصي الرجل أن يعهد الرجل إلى غيره بأمر هام وفي الاستعمال الفقهي الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت يعني تصرف على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموسي ولهذا يفرق بين العطية والوصية العطية تمليك في حال الحياة الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت أوصني قال لا تغضب الغضب في المعنى البشري وفي الترسيد البشري للغضب ثوران في النفس يحملها على الرغبة في البطش والانتقام ثورة في النفس تحملها على البطش والانتقام وقيل أنه غليان دم القلب يظهر أثره على الجوارح إحمرارا للوجه وانتفاخا للودجين وإحمرارا للعينين ونحو ذلك هذا عندما يكون الحديث عن الغضب في الإطار البشري لا تغضب هذا خطاب للبشر وتكليف بشري لقد ورد الحديث أن الله جل جلاله يغضب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما الغضب بالنسبة لله سبحانه وتعالى صفة نثبتها لله لأن الله أثبتها لنفسه لكن نقطع ونجزم أنها ليست مماثلة لصفات المخلوقين كل ما ذكرناه عن معنى الغضب البشري يستحيل أن ينسب مثله إلى الله سبحانه وتعالى الغضب الذي يعني غليان دم القلب لطلب الانتقام الذي يتقلب معه المزاج الذي يغلي منه الدم الذي يتهيج منه النفس الذي يكون سببه الجهل بالعواقب أو طروق العلم بالحوادث أو حصول ما لا يمكن دفعه ولا استدراته أو فوات ما يراد وجوده واستبقاؤه أو مغالبة الخلق وعلو بعضهم على بعض كل ذلك محال في حق الله سبحانه وتعالى فهو العليم القدير القوي العزيز القهار الجبار فهو غضب يليق بذاته المقدسة لا نعلم كيفيته لكننا نعلم آثاره كالانتقام من العصاه الذين غضب عليهم وإنزال العقوبة بهم طبعا الغضب منه غضب محمود عندما يكون لله جل جلاله عندما نتحدث عن الغضب البشري وعندما نضعه تحت المجهر الشرعي نقول الغضب نوعان غضب محمود عندما يكون لله سبحانه وتعالى في حديث عائشة من تقم لنفسه من شيء قط وهي تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتهك لله حرمة فإذا انتهكت لله تعالى حرمة كان أشد الناس غضبا لله عز وجل أن تغضب لله تعالى هذا غضب محمود الغضب الثاني المذموه هو الغضب الدنيوي لأسباب دنيوية ولعلائق دنيوية ونحوه طبعا الناس يتفوتون في الغضب منهم من يكون سريع الغضب سريع الفي ومنهم من يكون بطيء الغضب بطيء الفي ومنهم من يكون بطيء الغضب سريع الفي وهذا أفضلهم وأكملهم وحسنهم ومنهم من يكون سريع الغضب بطيء الفي وهذا شره عياذا بالله عز وجل لا تغضب الغضب جمره يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم يغلي منه القلب كما قلنا يحمر الوجه تنتفخ لو داج وربما يقف شعره المقصود لا تنفذ الغضب إذا حاملك الغضب على أن تبطش على أن تنتقم على أن تسب على أن تلعب على أن تكسر شيئا في يدك على أن تلحق هذا بمعصوم لا تنفذ غضبك يا رهعك الله لا تجعل نفسك منقادة وأسيرة للحظة الطارئة التي تملكت لحظة الغضب ووضط نفسك على أن تجزم غيظك الحقيقة عندما يرد الأمر أو النهي بأمر جبلي لا تغضب يعني قال كثير من أهل العلم أن التكريف هنا إنما يتجه إلى الأسباب التي تحملك على الغضب حاول أن تتحاشئها وإلى الآثار التي تترتب على الغضب حاول أن تحذرها وأن تتلافاها إذا ما غضبت اجعل لغضبك سقفا وحدا لا يحملك الغضب على تعدي حدود الله عز وجل لا يحملك الغضب على الدخول فيما لا تحمد عقباه وفيما تندم عليه إذا سكت عنك الغضب يا رعاك الله لا تغضب ولعذا قائلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أوصى هذا الرجل بعدم الغضب وهناك ما هو أهم من هذا لماذا لم يصه بتقوى الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وتقوى الله وصية الله للأولين والآخرين نبي عليه الصلاة والسلام في وصيته إلى أصحابه كان يراعي مقتضى الحال لأنه علم من هذا الرئيس أنه كان رجلا غضوبا فأراد أن يرشده إلى ما يصلح حاله فضلا عن أن كظم الغضب وعدم إنفاذه هو من تجليات تقوى الله في هذا الموقف لأن من تقوى الله أن ترزم غيظك والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وفي الحديث من كظم غيظة وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء حتى يخيره من الحور ما شاء طيب كيف ندير الغضب كيف نعالج الغضب كيف نسيطر عليه كيف نتحكم فيه بدلا من أن يتحكم فينا أول كلمة يعني تريد إلى ذهاننا عندما نتحدث عن مقاومة الغضب ومدافعته وعن أسباب معالجته الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم استبر جلاني عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفق أوداجه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا هو الدواء اللفظي للغضب أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي الحديث أيضا إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه أيضا من وسائل مقاومة الغضب المعالجي أن تسكت أغلق فمك رحم الله مرؤا قال خيرا فغنم أو سكت فسليم لم يندم أحد على صمت إنما يندم الناس دائما على النطق وعلى الكلام وفي الحديث إذا غضب أحدكم فليسكت رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع إذا غضب أحدكم فليسكت وبعد هذا تغيير الحال التي تكون عليها إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليطجع وإلا فليطجع وكان أبو ذر قائما في يعني في الباب حديث كان أبو ذر يسقي على حوض له فجاء قوم فقال أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسي قال رجل أنا فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه أي كسره وحطمه والمواد أن أبو ذر كان يتوقع من الرجل المساعدة في سقي الإبلي من الحوض فإذب الرجل يسيء ويتسبب في هدم الحوض وكان أبو ذر قائما فجلس ثم اتجع فقيل له يا أبا ذر جلست ثم اتجعت فذكر هذا الحديث إن الشخص إذا كان يعني إذا غضب إن كان قائما جلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا اتجع أن تتذكر هذه الوصية النبوية الجميلة لا تغضب لا تغضب أن تتذكر ما أعده الله للمتقين من المنازل العلية والدرجات الرفيعة لمن يتجنبون أسباب الغضب ولمن يملكون أنفسهم فلا ينفذون غضبهم إذا نذل بهم وأوشك أن يستبد بهم وفي الحديث من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه منأ الله قلبه رضا يوم القيامة أن تعرف ما هي المكان العلي لمن يملك نفسه عند الغضب أن تذكر قول سيدي وسيدك وسيد الناس جميعا ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب الصرعة كل الصرعة الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويخشعر شعره فيصرع غضبه فيصرع غضبه وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطرعون فقال ما هذا قالوا فلان الصريع ما يصارع أحدا إلا صرعة قال أفلا أدلكم علمه أشد منه رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه الله رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه غلب ثلاثة رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه النبي عليه السلام التششيد الأخلاقي الرباني الرفيع لمقاومة الغضب وعدم إنفاذ مقتضاعه أنس يروي فيقول كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأذلكه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم ما بين العنق والكتف وقد أثرت بها حاشية البرد ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء والحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم أن تدرك يا رعاك الله أن كزم الغيز أن عدم إنفاذ مقتضى الغضب من سمات المتقين الذين أعد الله لهم جنات عرضها السماوات والأرض فمن صفاتهم أنهم ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين لاحظ أيضا أن أهل التقوى إذا ذكروا بالله تذكروا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون احذر إذا قال لك غجل وأنت غاضب اتق الله استعد الله من الشيطان الرجيم احذر أن يحملك شيطانك أو أن يحملك غضبك على رد هذه النصيحة وعلى رد هذه الوصية حديث ابن عباس استأذن رجل على عمر رضي الله عنهم فقال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به يبطش به قاله الحر بن قيس وكان من جنساء عمر يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل مساوى الغضب وسوء مآله وكيف يوضي بأصحابه إلى ما يندمون عليه وإلى ما يورثم الحسرات والندمات لعله في بقية عمرهم حديث علقما ابن وائل أن أباه حدثه قال إني لقاعد مع النبي صلى الله وسلم إذ جاءه ريل يقود آخر بنسعة حبل مطفور قال أسوأ الله هذا قتل أخي نعم فقال إنه لو لم فقال النبي صلى الله وسلم أقتلت قال لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلته كيف قتلته فقال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبي صلى الله وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك فقال ما لي مال إلا كسائي وفأسي فقال فترى قومك اشترونا يدفعون عنك الدية قال أنا أهون على قومي من ذلك فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحبك أي تستطيع أن تقتص منه إنشيت فانطلق به الرجل فلما ولى قال النبي صلى الله وسلم إن قتله فهو مثله فرجع قال يا سوى الله إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأنا ما أخذته إلا بأمرك أنت الذي خليت بيني وبينه ليقيم عليه عقوبة القصاص فقال النبي صلى الله وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك فقال بلى فقال ذلك كذلك فرمى الرئيس بالحبل وخلى سبيله أي معنى إن قتله فهو مثله أي لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر لأنه قد استوفى حقه منه بخلاف ما لو عفى لكالله الفضل والمنة والثواب الجزيل يوم القيامة والثناء الجميل في الدنيا لا إله إلا الله النبي عليه الصلاة والسلام كان مقصوده بهذا أنه يحبب إليه العفو ويندبه إليه وما رفع إلى النبي صلى الله وسلم أمر فيه قصاص إلا ندب فيه إلى العفو حبب فيه إلى العفو لكن لا يلزم به وهذا الفرق بين هذه الشريعة الوسط لم تلزم بالعفو بالكلية ولم تمنعه بالكلية القصاص عدل والعفو فضل فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع من معروفه وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وقبل هذا كله أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يذهب غيظ قلبك أن يذهب عنك ما تيد من حر الغضب وآلامه فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن جل جلاله القلوب إليه مفضية والسر عنده علانية والقلوب بين إصبعين من أصابعه إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها فإن دعوت ربك أن يفرغ على قلبك بردا وسكينة ورضا فإن من يرفع يديه إلى الله عز وجل لا يرجعان خائبتين أبدا إن الله يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أي خائبتين فما أجمل هذا الحديث الذي يعلمنا محاسن الأخلاق وينهان عن مساوئها وتضع لنا بقية الأحاديث النبوية الوصف النبوي الكريم في إدارة الغضب وفي معالجته عندما يستبد بصاحبه ويريد أن يحوله إلى شيء أشبه ما يكون بالكرة التي يتلاعب بها الشيطان فالشيطان يتلاعب بالرجل عند غضبه كما يتلاعب الصبيان بالكرة يتقاذفونها فيما بينهم فصلوات الله على معلم الناس الخير اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدنا لأحسنها إلا أنت واكفف عنا سوءها ومساوئها واصرف عنا لا يصرف عنا مساوئ الأخلاق إلا أنت اللهم أمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة